موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تأسست شركة موتريلا عام 1928 طبعا ما كان وقتها اسمها موتريلا نهاية كان اسمها غالفين لي التصنيع من قبل الأخوين جوزيف و بول تغير اسمها إلى موتريلا الشركة التي نعرفها في الوقت الحالي عام 1947 ميلادي طبعا أول هاتف نقا تم اختراعها كان من قبل شركة موتريلا عام 1930 وأول هاتف نقا كان مخصص للمستهلك كان عام 1903 انتذي الأخوين غالفين اختراعوا أول مسجل أو راديو تجاري مخصص للمستهلك في السيارات طبعا كان اسمها 5T71 ووقتها كان بسعر ما بين 110 و 130 دول مريكي ووقتها كان السعر هذا وكان جدا بحض فخلاصة الكلام ان الشركة عندها ابتكارات واختراعات جدا جدا مبهرة صراحة اختراع شركة لها معزة عندي لسبب انه مرنا بعدد من الجوالات والبتكارات اللي مروا فيها والجوالات اللي كانت ايقونة في ذلك الوقت ولا زالت بالنسبة لي ايقونة من الفيزر في ثري اللي صدر اول مرة في الفين واربعة يا اخي كان ذاك الجوال تحفى صراحة وقتها طريقة فتحة وطريقة اغلاقها وكيف كان تصميمها وكيف كان جود تصنيه حتى شاشة ملونة واحد فاصل ثلاثة ميجابيكس واللي كانت وقتها كانت كاميرا يعني عالي العاد يعني شيء كان خرافة في في ثري صراحة طبعا رجعوا مرة ثانية في 2006 وقدموا سلسرة كبيرة جدا من هذا الهاتف يعني عدد كبير جدا من ناحية الوان انتدري انه الريزر في ثريم انباع مية وثلاثين مليون نسخة لذلك هذا جوال كان ايقونة مو بس من وجهة نظري للعالم باسرة جوالي صراحة تحفى سنة الماضية رجعت ريزر قدمت الريزر الجديد القابل للطي لدرجة اني صراحة كنت فرحان لما كنت في امريكا رحت واحد من شركات التصالات الامريكية وجربت الجوال وكنت سعيد جدا لكن كنت زالان في نفس الوقت انه الجوال ما رح يصدر للسوق السعودي لكن سنة هذه اخيرا الجوال رح يتم توفيره بشكل رسمي في السوق السعودي شكرا متريلا النسخة ايضا الاقوى اللي تأتي بتحتيارات مرحب فيها مقارنة بالنسخة السابقة وايضا بكل تأكيد رح يكون في 5G طبعا بامكانك الطلب المسبق لهذا المحمول من قبل جرير اكسترا رح تاخذ هدايا بقيمة او تصل الى 1500 سعودي مكونة من سماعة الاذل اللاسلكية وضمان لمدة سنة من الاضرار يعني عرض اشوفه كويس جدا رح اترك التفاصيل موجودة في خانة الوصف الرابط موجود في خانة الوصف هذا هو الوحش اولا شكرا متريلا على الباكة جيد صراحة رهيب يعطيكم العافية الجوار سيأتي بطبقة دجاجية قوية GG5 من الخارج واطار الالمينيوم من ستيريس 7000 الهن نفسها المساكات تم تحسينها بشكل كبير جدا واستخدمت ستين ستير فيه اهتمام عالي في مسألة تصميم وفيه مسألة جودة تصنيع فكرة الفتح والاغلاق لا زالت موجودة مع هذا الهاتف المحمول وهذا الشيء اللي صراحة يعني يكون كثير من الذكريات وانا قاعد يسوي هذا الحركة فحركة حلوة جميلة جدا لاحظت برضو ان المساكات مقارنة بالسخة الاولى واللي كانت تجربة كانت جدا بسيطة صارت اقوى والشيء مرحب فيه الشاشة الخارجية صارت الان اكبر ولها فائدة جدا جدا كبيرة من ناحية عرض التنبيهات او القيام بعد مهام بما فيها الكتاب من خلال يعني هذه الشاشة الخارجية نعم بمكانك فعل هذا الشيء مع هذا الهاتف المحمول بدلا من الوصول الى الشاشة الداخلية واللي هي بمقاس 6.7 انش 1080p plus و 370 بيكسل لكل انش الشاشة الخارجية طرع الفكرة هي OLED 2.7 انش و 600p 800 فالجوال او ما تمسكها او ما تستخدمها طريقة استخدامها و دعمها لل5G واستخدامها من معالج الاحدث 8 جيجا بايت 256 جيجا بايت نظام الاندرويد الخام الجميل جدا مع بعض الخدمات البسيطة لموتوريلا مثل موتو اكشن و موتو ديس بلاي وغيرها موجودة مع هذا الهاتف المحمول البطارية تم رفع من 2510 الى 2800 ميلي امبير خاصية الشحن ستليه بقوة ال 15 واط الكاميرا الخلفية ايضا تم تحسينها و رفع حتى بدقة الميجا بيكسل بمستشعر افضل 48 ميجا بيكسل فتر عزة 1.7 مع و المثبت البطري و فلاش مزدوج ملون حتى البطمة غيروا مكانها و خلوها في مكان الامثل من حتى وصولها رح يكون افضل الكاميرا من 120 ميجا بيكسل فتر عزة 2.2 حتى ممكن تستميل من الشاشة الخارجية مع تطبيق الكاميرا بامكانك فعل هذا الشيء وتحولها كمنظار ما عندك اي مشاكل الجوال صراحة ممتاد من ناحية استخدام مهام اليومية يعني جميل 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 جدا يعني ما قاعد باله رح جربه بنفسك وعطنا رأيك في خانس التعليقات مرة ثانية رح ترك الرابط الطلب متاح من قبل السي سي وجريد واكسرا وهدايا بقيمة تصل الى 1500 ريال سعودي شكرا الله وعلا بسلامة شكرا الله